أو علنا على العدو أن يسحب يده يعني أنتم من الآن تتعاملون مع إيران على أنها عدو محتل محتل نعم محتل ومن حق الشعب أن يقاوم المحتل هذا هو هذا البرنامج إذا كنت سألتني ماذا تختلفون عن غيركم من المعارضات نحن نختلف لأن لدينا رؤية وفكر وطرح لحلو المشاكل ونسحى لأن نجعل العالم على أقل لها المنطقة التي نعيش فيها أن تعترف بأن العراق محتل من إيران إذا كانت إيران محتل فماذا تسمي الوجود الأمريكي؟ الوجود الأمريكي تحول من احتلال إلى وجود عسكري أقول لك يا أبي صراحة لا يمتلك سلطة على القرار السياسي صحيح قد يكون له بالسماء له سيادة هذا صحيح هذا ضمن اتفاقية ولكن عندما نتحدث عن الاحتلال هو من يسيطر على القرار السياسي وعلى ثروات البلاد ويدير الشأن حط هاي الحالة الإيرانية وحط الحالة الأمريكية الآن السفارة الأمريكية ما حام ينفسها بالعراق أسطين الأمريكان داخلهم هنا من كسرين نواية الدولة العظمى الهيبة التي تخيف العالم يرجفها بعض مطلقي الصواريخ صح تقدر تلقطهم واحد واحد ولكن ماكو إرادة سياسية بواشنطن الآن من هو المحتل؟ لنتحدث بصراحة يعني ماكو إرادة سياسية بالعراق بسبب السلاح المنفلت أما ماكو إرادة سياسية بأمريكا يعني ما أفهمها مرات أبو علي إلا لا ماعدهم إرادة سياسية الحقيقة لأنه فقدوا الثقة وإذاك هاي مشكلة احنا ده نسعى لتغييرها يسموها الربتيشن السمعة أيضا تسأل تغييرها طبعا لأنهم تعاملوا مع كذابين نحن مو كذابين فمن تحكي بها يقول لك كذابين يقول لها أنتوا جبتوا الكذابين أنتوا مكنتوهم من السلطة وأنتوا تدرون بيهم فترة أوباما شاله والعراق وانطول إيران وأنتوا تدرون وكانت تحت مرأة وأبصاركم مصحيح؟ وتعرفون ذلك وأنتوا تشوفوهم يسرقون المليارات لذلك المشروع اللي قدم رئيس الجمهورية نص حقائق موجودة صحيحة نص الأموال هذه موجودة أكثر طبعا هم 150 مليار بس يدور يلملموها حقيقة لأنه الآن هناك فضائح الكبرى راح تطلع حتى عن بعض الساس الأمريكان أقول لك يا بصراحة كيف تواطئوا تعاملوا أضروا بالعراق من أجل مصالح دنيئة وشخصية لذلك على إيران أن تعرف أنه هي الآن سوف تتحول إلى قوة محتلة للعراق سوف تتحول هي محتلة بس سوف تتحول بالخطاب السياسي يعني من أن نتحدث عن إيران ما راح نقول الجارة إيران